أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعادة لسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والجهات المعنية لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية وأكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق خاصة المدرجة منها على بطاقة التموين وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة ومن جانبه توقع وزير التموين أن يصل عدد الشركات المشاركة بمعارض أهلا رمضان إلى نحو 250 شركة مشيرا إلى أن هناك نسبة تخفضات مختلفة على السلع ترجمة نانسي قنقر